في وقت ما زال الحزن يخيم على الأرجنتين لرحيل أسطورة كرة القدم ديوغو مارادونا تجري تحقيقات رسمية مع الطبيب الشخصي لمارادونا ليوبولدو لوكي بشبهة حدوث إهمال طبي أدى إلى وفاة النجم الأرجنتيني وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية على إثر التحقيق فقد فتشت الشرطة في بوينيس إيرس منزل الطبيب ليوبولدو لوكي وعيادته الخاصة بحثا عن أي أدلة على وجود تقصير أو إهمال في علاج مارادونا بعد العملية الجراحية التي خضع لها متايس موريا وهو محامي مارادونا غرد على حسابه في تويتر يوم الخميس الماضي بأن سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهو ما يوثل حماقة جنائية متايس موريا محامي مارادونا يقول أنه سيطلب تحقيقات في ظروف وفاة نجم الكرة وأسطورة الكرة القدم مارادونا ما سنطلبه هو أن يتم التحقيق مع جميع الذين شاركوا في رعاية دي ايكو في أيامه الأخيرة في حال كان هناك تقصير من قبل أي شخص نعلم من شهادة الممرضة أن دي ايكو سقط باتجاه الحائط وضرب نفسه مع ذلك لم يحصل على صور إشاعية أو مغنيتاسية ولم يتم إجراء فحص دم لمعرفة ما إذا كان على ما يرون الدكتور لوكي غير متهم لذلك لم يدلي بأي إفادة لكن محامية طبيب مارا دي جيوني تقول من أمام مكتب المدع العام أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إلى الدكتور لوكي رسميا لم يتم توجيه الاتهام إلى الدكتور لوكا رسميا ولم يتقدم بإفادته لأنهم ما زالوا يعملون على التحقيق وبموجب الدعوة تحفظوا على وصائق لوكا وعلى وصائق من مستشفى سويس ميديكال وأماكن أخرى يرون أنها ضرورية للتحقيق ثلاثة طلبات قدمت من المتضررين الآن المدع العام سيتحقق بها ويجمع المعلومات حتى نتمكن من رؤيتها لاحقا طبيب مارا دي جيوني قد نشر هذه الصورة بعد إجراء العملية وصفنا العملية بالناجحة وأن مارا دي جيوني يتمتع بصحة جيدة في مؤتمر صحفي مؤثر بكا الدكتور لوكي الذي قال أنه فعل كل ما في وسعي لإنقاذ حيات مارا دي جيوني جيوني yo lo yo si de algo soy irresponsable Diego ¿sabe qué soy responsable? de amarlo de cuidarlo de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último de eso soy responsable yo hice imposible para eso le conseguí que pueda acceder el psicólogo que pueda acceder la psiquiatra conseguía todo lo que nadie podía lo tenía el alta de la clínica lo tenía después fueron sugerencias que el paciente tiene que tener voluntad ¿me entiende? yo no puedo agarrar y obligar a un paciente y internarlo en un manicomio si no tengo criterio criterio psiquiátrico yo no puedo yo no puedo decirle al paciente llevarlo a un centro de rehabilitación si el paciente no quiere y después cuando se da de alta el paciente se podía ver مشاهدين في عالم التغريدات أيهم يقول كيف يعني جريمة قتل غير عمدة هل كان يمزح معه مثلا فقطع عنه جهاز التنافس أتمنى من العدالة أن تأخذ مجراها وهنا عايشة تكتب في هذه التدوينة بالطبع كان يجب أن يبقى تحت المراقبة الطبية في المستشفى لفترة أطول ريثما يتمتع فيه بالكامل ربنا يرحمه قد أسعد ملايين البشر وهذه التدوينة أخيرة لأبو بكر سيناريا معتمد ومتوقع بعد وفاة كل نجم عالمي ولكن في مايكل جاكسون وما حدث له بعد وفاته بنفس السيناريو شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها